الغمق هو المرحلة الأولى في نطج حبة التمر أثناء تكوينها بعد انتقالها من مرحلة التذكير لشجرة النخيل وهو نوع من أنواع أخرى من التمور التي تشتهر بها مدينة أجلة الغمق الدقلة هذا لما نوبره نحن للدقلة بعد التوبير تشرب حوالي شهر 2-2-3-4-5 تكبر الحبة في شهر 6 في عشرين 6 أو 18-6 بالتحديد يبدأ يطيح في الغمق الغمق هذا يطيح من العرجون بعدما نخفل العرجون تبدأ يطيح من 18-17-20 تبدأ على طيح في الغمق المتاحة يبدأ الغمق بالاخضرار في شهري مايا ويونيو من كل عام حيث يعتبر الوجبة الرئيسية لأهالي مدينة أجلة قديما قبل أن ينتقل إلى مرحلة الرطب أو التمر الجاف وله طرق خاصة لقطفه تختلف عن غيره من أنواع التمور الأخرى الغمق المتاح هذا نحن نلموه ونكلوه لذيذ في الأكل كلها المدة متاعها كلها من سبوع إلى عشر أيام ما يكتره بعد أنه هو يوم بعد يوم يعني اليوم هذا نكلوه ثاني يوم كان ما أكلتاش يتخش فيه الطياب ويفسد طبعا الغمق غيره من الأنواع الأخرى من التمور غير المعروفة لدى غالبية الناس تشتهر به فقط مناطق النخيل ويتناول محليا ولا تصدر منه كميات كبيرة إلى المدن الأخرى تشتهر به فقط مناطق النخيل